ان يارث الصفات شيء وان يارث الذنب شيء يعني هما دلوقتي في فكرتين في اللهوت المسيحي فكرة تبناها اللهوت الغربي وفكرة تبناها اللهوت الشرقي الفكرة اللي بتبناها اللهوت الغربي ان الانسان يارث ذنب ابيه ومن هنا اتكونت فكرة الخطيئة الاصلية اللي هي معناها ان البشر ورث ذنب ادم في اللهوت الشرقي احنا بنرفض هذا الكلام للمرة واحد احنا ما عندناش يعني دليل من العهد الجديد يقول هذا ولكن اللي احنا بنوافق عليه وهو متناغم مع واقع بشارة الانجيل وواقع الطبيعة هو اننا نرس ما هو في الوالدين انا والدي كان طويل وعينيه كانت سودة طلعت انا طويل وعينيه سودة اه التاني كان اه اه ابويه اه قصير القام اطلعت قصير القام انا والدي كان عصبي طلعت انا عصبي التاني اه والديه كانوا اه يعني عصابهم في تلاجة طلعت هو عصابه هادية ومن ثم فالطبيعة تقول اننا نرس الميول التي في طبيعة والدينا والان الخطيئة كنوع من التقليد ونوع من الميول هكذا ايضا اه نرسها من والدينا ولكن ليس معنى انني ورثت الميل انني مسلوب الارادة عن ان ارفضه اذا شئت واستطيع ان ارفض هذا الميل الخاطئ وان اختار طريق الحياة فاذا نحن نرس ما في طبيعة ابائنا كما هو فيزيقيا ولكننا لا نرسه ذنب الابويه اشتركوا في القناة